السلام عليكم فوكس أهلا بكم في فيديو 30 من سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية مع إيمان هلال وده رابع فيديو في سلسلة مخصوصة عن تعلم الكلمات والمصطلحات الجديدة النهاردة معدنا مع كلمة جديدة وهي كلمة run run المعنى المتعارف عليه هو يجري وده أول معنى حنتكلم فيه النهاردة run كverb run كفعل معنى يجري for example أنا جريت خمس أميال مبارح طبعا ran هو ال past simple بتاع run والتصريف الثالث ال past participle بتاع run هو برضو run يعني التصريف بتاع كلمة run هو run ran run 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 she likes to run in the evening هي بتحب بتجري بالليل she likes to run in the evening ممكن run يجب بصورة اسمه برضو بيكون معناها جري أو جريا so we say we may go for a run tomorrow ممكن نروح لجريا بكرة ممكن نطلع لجريا بكرة she likes to go for a run in the evening هي بتحب تروح لجريا أو بتجري في المساء هي بس فرق في طريقة صياغة الجملة عايز تقول I run in the evening عايز تقول I go for a run in the evening it's also okay المعنى اللي بعد كده الكلمة run وهو معنى كverb زي ما قدامنا كده V V يعني verb يدير يدير مكان for example I like this hotel I wonder who runs it أنا يعجبني هذا الفندق وأتساءل وأفكر يا طرى مين اللي بيدير هذا الفندق I don't think that Kennedy was able to run the country أنا لا أعتقد أن الرئيس كندي استطاع أن يدير البلاد فهنا run معناها يدير أو يكون مسؤول عن the next meaning for the verb run المعنى اللي بعد كده لكلمة run هو بيشتغل أو بيعمل and it's used with computers and machines بتستخدم مع أجهزة الكمبيوتر وأي جهاز عمدا فلما نقول مثلا two programs are running on this computer يعني فيه اتنين برنامج شغلين على الكمبيوتر ده ساعات الكمبيوتر بيطلع لك كده إن فيه programs are running يعني إيه؟ يعني شغلين I usually start the dishwasher and it continues to run for about an hour أنا في الغالب بشغل غسالة الأطباء وهي بتستمر إنها تشتغل لمدة ساعة so run هنا معناها يشتغل أو يعمل and it's used with machines run for or run against هنا run حتيجي برضو verb هنا بتكون هي برضو فعل وبيكون بمعنى يرشح نفسه so Michael is running for president this term يعني Michael بيرشح نفسه أو حيرشح نفسه لمنصب الرئيس في هذه الجولة who's running against president أوباما مين اللي حيرشح نفسه أو مين ميرشح نفسه ضد أوباما ضد الرئيس أوباما فrun for بيرشح نفسه لمنصب run against يعني بيرشح نفسه ضد مرشح آخر running كلمة running بتعتبر adjective كلمة running كأدجكتف كصفة معناها جاري for example I can't live without running water يعني لا أستطيع الحياة بدون المياه الجارية لما كلمة running بتستخدم لوصف الأنف لما بنقول my nose is running I need two boxes of tissue because my nose is running بتكون معناها إن أنا عندي برد فأنفي سائلة I need two boxes of tissues يعني أحتاج لعلبتين من المناديل لأنه أنفي سائلة ممكن برضو نقول I have a runny nose بتدي نفس المعنى run out of ده برضو verb بيكون معناها إن الحاجة اللي عندي دي خلصت ومحتاج إن أنا أجيب تاني so for example hurry up we're running out of time أسرع إحنا بنفقد الوقت ممكن نقول مثلا I ran out of sugar I ran out of sugar يعني خلصت السكر ومحتاجة أجيب تاني expression in the long run in the long run معناها على المدى البعيد so for example we can say exercising daily may not help you lose weight from the first day however you will definitely become fitter in the long run يعني التمرين بشكل يومي ممكن مش هيخليك تفقد الوزن من أول يوم لكن هو أكيد هيساعدك إن انت تكون بصحة أفضل وبشكل أفضل على المدى البعيد in the long run exercising daily may not help you lose weight from the first day however you will definitely become fitter in the long run ومعنا التعبير ده برضو run in the family معناها صفة أو مرض أو مهارة منتشر في العائلة so we can say unfortunately للأسف hypertension runs in our family الضغط العالي منتشر في العائلة عندنا so you have to be very careful and watch what you eat فلازم تكون مراعي كويس قوي اللي انت بتكلوه تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي التعبيرات اللي أخدناها أخدنا run بمعنى يجري أو جرية go for a run أخدنا run بمعنى يعمل أو يشتغل مثل مثلا this program runs on the computer هذا البرنامج يعمل على الكمبيوتر أخدنا run برضو بمعنى in charge of أو مسؤول عن أو يدير for example he runs this hotel هو بيدير الهتل دا أخدنا برضو run for أو run against بمعنى يرشح نفسه لي أو يرشح نفسه ضد فلان he's running for president or he's running against Obama for example وبردو أخدنا running running بمعنى جارية أو جاري for example I can't live without running water مدرش عيش من غير مية جارية and my nose is running أو I have a runny nose يعني عندي أنف سائلة أو عندي برد أخدنا برضو in the long run يعني على المدى البعيد this will help you in the long run يعني حتساعدك على المدى البعيد أخدنا برضو we're running out of time إحنا بنفقد الوقت أو قرى بيخلص أخدنا برضو runs in the family runs in the family معناها بحاجة منتشرة مرض أو صفة منتشرة في العائلة for example hypertension runs in the family يعني منتشر في العائلة قبل ما ندخل على جزء المحادسة خليني أفكركم إنكم لو عايزين تشوفوا كل الفيديوز اللي فاتت إحنا عندنا غير الفيديو ده في 29 فيديو دانيين ممكن تضغطوا على حرف I اللي ظاهر على الشاشة دلوقتي ولو حد حابب يدرس معي أنا شخصيا online على برنامج سكايب تواصل معي على التليفون أو الإيميل الموجودين على الشاشة دلوقتي واشترك كمان في صفحتنا على الفيسبوك وقناة اليوتيوب عشان دايما تكون متابع الفيديوز أول ما تنزل دلوقتي خلينا نتدي مع المحادسة وهي محادسة ما بين Tom and Mark Tom بيقول لMark Hey Mark It's Tom What are you doing tomorrow evening Hey Mark أنا Tom دي محادسة التليفون طبعا فبيقوله It's Tom What are you doing tomorrow evening هتعمل إيه إن شاء الله بكرة بالليل You know I always for a every evening You know I always go for a run every evening انت عارف إن أنا دايما بروح أجري كل المساء Yes I forgot that you like to every day أيوة أنا نسيت إن أنت بتحب كل يوم I forgot that you like to run every day Alright حسنا I heard about this new gym in our neighborhood أنا سمعت عن الجم الجديدة في الحي بتاعنا Aha Yes I heard about it too Do you have any idea who it الإجابة هي No but I heard it's a woman So the question must be about the person who runs it So do you have any idea who runs it هل عندك أي فكرة مين اللي بيدرها No but I heard it's a woman لا بس سمعت إن هي سيدة You sound different Have you just woken up صوتك متغير إنت ليس صحي من النوم No It's my nose It's running It's running لا ده أنفي أنفي سائل Oh I'm sorry to hear that Try smelling some peppermint oil It helps يا معلش أنا آسف إني أسمع عنك خبر زيدة حاول تستنشق زيد النعناع هو بيساعد في الوقت اللي زيدة I out of it I will buy a bottle on my way to the gym هاشتري إزازة وانا رايح للجم I ran out of it أنا خلصت أو خلاص ما بقش عندي هاشتري إزازة وانا رايح للجم Have you tried taking any antibiotics هل حاولت تاخد أي مضادات حيوية I don't like taking them ما بحبش أخدهم People say that they're very harmful in the long run People say الناس بتقول إنهم they're very harmful يعني مؤذيين جدا in the long run يعني على المدى البعيد Besides بالإضافة إلى ده liver cancer in our family liver cancer runs in our family يعني ولا يدو بالله سرطان الكبر منتشر في العائلة So I'm allowed to take medications only when it's absolutely necessary إذن فأنا مسمح لي إني أخد أدوية للضرورة فقط So I'm allowed to take medications only when it's absolutely necessary Okay then I hope you get well soon حسنا أتمنى لك شفاء عقل Thank you شكرا تعالوا نشوف الconversation kamla مرة تانية Hey Mark It's Tom What are you doing tomorrow evening? You know I always go for a run every evening Yes I forgot that you like to run every day Oh right I heard about this new gym in our neighborhood Aha Yes I heard about it too Do you have any idea who runs it? No But I heard it's a woman Aha You sound different Have you just woken up? No It's my nose It's running I'm sorry to hear that Try smelling some peppermint oil It helps I ran out of it I will buy a bottle on my way to the gym Have you tried taking any antibiotics? I don't like taking them People say that they're very harmful in the long run Besides liver cancer runs in our family so I'm allowed to take medications only when it's absolutely necessary Okay then I hope you get well soon Thank you And by the end of this conversation we also end the video Thank you very much for watching Don't forget to like, comment and subscribe ما تنسوش تعملوا like or comment وي subscribe للchannel وي الفيسبوك page Thank you and see you إن شاء الله in the next video السلام عليكم شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة